من قلب المحنة تولد الفكرة كانت جائحة كورونا بكل ظروفها وتداعيتها فرصة العالم للتفكير عملياً في تحديات الحرب البيولوجية التي تهدد البشرية وبينما احتفلت الأمم المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها عام 2020 حاولت المنظمة الدولية استثمار هذه المناسبة وأطلقت نقاشاً عالمياً حول الآمال والمخاوف بشأن الغد ليستقر الحديث على عقد قمة المستقبل والمقرر انطلاقها يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من سبتمبر الجاري فعليات القمة تتألف من جلسات تركز على خمسة مسارات رئيسية بما فيها التنمية المستدامة والتمويل والسلام والأمن ومستقبل رقمي للجميع والشباب والأجيال القادمة والحوكمة العالمية فضلاً عن موضوعات أخرى تتقاطع مع كل أعمال الأمم المتحدة بما في ذلك حقوق الإنسان والمسواة بين الجنسين وأزمة المناخ تنعقد القمة تحت شعار خطتنا المشتركة حيث تدعو الأمم المتحدة الدولي الأعضاء لتقديم أفكار عن أفضل السبل للتصدي للتحديات الحالية والمقبلة وصولاً إلى تجديد الثقة والتضامن على جميع المستويات بين الشعوب والبلدان والأجيال القمة ستصدر نسخة نهائية من ميثاق المستقبل وميثاق رقمي عالمي وإعلان بشأن الأجيال القادمة ومن المطاقة أن تعتمدها الدول الأعضاء ومن هذا المنطلق أوصت الأمم المتحدة في أحدث تقاريرها بتجديد نظام المتعدد الأطراف سعياً للتكامل بين الدول وضماناً لتحقيق الهدف المنشود من قمة جديدة تنظر إلى مصير الأجيال بعين الخوف والرغبة في التغيير نحو الأفضل